اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزية المشاهدين خلوني أرحب في هذه الفقرة دكتور أحمد سابت وأهم الأرقام في مباراة الأهلي وصندونس زكاً دكتور ومبروك الله يبرك في حضرتك الحمد لله ألف مبروك طبعاً لجمهاري النادي الأهلي ومجلس الإدارة واللعيبة الفوز بالتأكيد فوز مهم جداً جداً يعني الأهم أن أنت مدخلش فيك هدف يعني 2-0 أحسن من 3-1 طبع ليه؟ 3-1 لو الفريق المنافس بتاعك جاب جنين على ملعبه يبقى أنت أبرة 2-0 لجاب جنين 2-0 تلعب رجلات ترجيع ايه وبالتالي أهم حاجة النهاردة أنه ما تخلش فيك هدف يبدو أن كل نادي كده عنده جماهير إلا أن النادي الأهلي نادي الأهلي عنده شعب بصراحة جماهير النادي الأهلي عظيمة 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 دايماً بتظهر في الأوقات الصعبة ومن وجهة نظري هي رجل المباراة الأول جماهير النادي الأهلي دايماً في الأوقات الصعبة بتلاقيها وراء النادي بصراحة يعني الإستاذ يعني أكتر من 30 أو 35 ألف كمان يعني وكمان الناس ما يقستش 0-0 ولسه في الديها 50 وبتشجع وبتسمع ونية التالتة شمال وبتسمع الحاجات دي كلها لا حاجة بصراحة يعني هي الحافز الأساسي والأول والرئيسي والدور الرئيسي الجماهير النادي الأهلي بصراحة يعني النادي الأهلي عنده شعب مش جماهير يمكن زي ما اتكلمنا جابت الاسلام قبل المباراة قلنا شايف حدك عدد الجمهير بسم الله ما شاء الله يعني جمهير النادي الاهلي دايما في الاوقات الصعبة ودايما في المباراة الحسمة ما تتوساش لا على طول مالية الاستاذ ما شاء الله يعني يمكن زي ما اتكلمنا قبل المباراة قلنا ان سان داونز بيلعبوا او عندهم هم حتى تحديدا لعبوا على الفكرة دي عندهم اكتر من حاجة عندهم الكرات العرضية عندهم اللعب على الاطراف عندهم الدربات السبتة الدربات الركنية اكتر من حاجة لكن هم لعبوا تحديدا في هذه المباراة على التمريرات الطولية في العمق اللي قلنا عليها قبل المباراة ده كانت الفكرة الوحيدة اللي بيلعب عليها موسيماني مدرب سانداونز اللي هي التمريرات اللي في العمق يمكن الفرق من وجهة نظري ما بين الشوت الأول والشوت الثاني يعني الأداء الفرق قدمت مباراة جيدة جدا أنت بتلاعب فرق زي سانداونز واحدة من المرشحين لدورة أبطال أفريكا مع النادي الأهلي يعني يعتبر نهاية مبكر لما تكسبها اتنين سفر دي نتيجة كويسة جدا 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 كمان الفرق أول حاجة الهدوء في الأعصاب فيما بين الشوتين توقيت الهدف في الدقيقة ستة وخمسين احنا لو كنا جبنا الهدف بدري كمان كنت هتلاقي الأعصاب أهدى الهدف ريح الأعصاب تماما خلى فريق سانداونز يفتح دفاعاته وبالتالي انت رحت عالجون وكنت هتجيب جون تالت كمان وكمان كان ليك ضرب الجزاف في الشوت الأول ما تحسبتش فتوقيت الهدف كان مهم جدا الشوت التاني كان أحسن وأفضل شوية ليه عشان سرعة بناء الهجمة من الكلف كان عندنا سرعة تحول سريع من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية برضو تحسب لتغييرات فايلر اللي تعزيم سلام دايما لريني فايلر في كل المباريات الكبيرة تلاقي ريني فايلر متفوق على المدرب التاني تكتكيا مباراة الزمالك في السوبر تفوق على ميتشو مباراة الزمالك في السوبر تفوق على كارتنون وخسرنا برقلات الترجيح رقلات الحظ رغم تفوق ريني فايلر آه كان ليه بعض الأخطاء في المباراة عادي بتحصل من أي مدرب سانداونز النهاردة تفوق تكتكيا في الشوت التاني بتغييراته مباراة بيرامتس برضو تفوق مباراة لإسماعيل كل المباراة الكبيرة ريني فايلر متفوق فيها تغييرات فايلر بنزول وليد سليمان ما كان حسين الشحات حسين الشحات كان غير موفق في الشوت الأول تحديدا كان أكتر لعب فقط الكورة ما كانش ليه محاولة فتغييرة وليد سليمان يعني بعد الهدف الأول بتنزل وليد سليمان ما كان الشحات بتنزل باجي اللي كان عنصر مفاجأة بالنسبة لفريسانداونز حتى هم تفاجئوا من باجي يبدو أنهم ما تفرجوش عليه مع أول لمسة ليه بينزل بيجيب راكل الجزاء فالتغييرات بتاعت فايلر بصراحة يعني يحسب لتعظيم سلام للمدرب ريني فايلر كله واتكلمنا بالأرقام هنلاقي أن النادي الأهلي تفوق في كل شيء دايماً المكياس الحقيقي للمدرب المباراة اللي زي دي مباراة سانداونز بص بقى على الأرقام وشوف الفرق ما بين أرقام النادي الأهلي وأرقام نادي سانداونز مش أول حاجة الاستحواز النادي الأهلي استحوذ على الكورة كم مرة كم في المية 63% مقابل سانداونز 37% طيب المحاولات هل الاستحواز ده كان استحواز سلبي ولا كنت بتروح على الجون لا كنت بتروح على الجون كتير كم محاولة على المرمى 25% محاولة للنادي الأهلي مقابل 4% فقط لسانداونز 4% يعني النادي الأهلي تقريباً عامل يعني أكتر من 5 مرات محاولات سانداونز المحاولات الصحة 5% من 25% يعني ربع محاولات الأهلي صح مقابل سانداونز 1% من 4% واحدة بس كانت صح طيب اللي خارج السندوق كم محاولة هنبص لقى 14% محاولة للنادي الأهلي من 25% ده بيأكد إن كان فيه تعليمات من ريني فايلر بالتزديد من بره منطقة الجزاء هم تفرجوا على فرية سانداونز وواضح إن هو ذاكر إن الحارس المرمى عندهم ضعيف في التزديدات من بره وبالتالي نشوف الرقم ده ده مدلوله إن 14 محاولة من 25 من بره منطقة الجزاء سانداونز 3 من بره السندوق التمريرات 517 للنادي الأهلي 316 لسانداونز العرضيات 29 للنادي الأهلي 10 لسانداونز للتحامات الهوائية النادي الأهلي 19 التحام هوائي 14 لسانداونز كمان الضربات الركنية 6-1 6 لنادي الأهلي 1 لسانداونز طب حتة الالتحامات دي بتأكد إيه؟ 19 التحام مقابل 14 بتأكد على الروح اللي كانت موجودة عند اللعيبة زي ما حقينا المدرب وحقينا الجماهير بصراحة اللعيبة النهاردة كانت رجالة كانوا على قدر المسئولية إن هم بيكسبوا 19 التحام دايما في الالتحامات السنائية هم اللي كانوا متفضل فضل يا دكتور يمكن تحليل أداية اللعبين بقى يمكن إحنا قلنا المدرب اللعبين يمكن أفضل لعب في المباراة أو رجل المباراة بكل التأكيد علي معلول علي معلول شخصية لعب عظيم دايما بيظهر في المباراة الكبيرة والأوقات الصعبة بتلاقيه موجود علي معلول شخصية النادي الأهلي صراحة دايما بتلاقيه موجود تعتمد عليه في كرة زي دي عمل جابها قوي جدا الجابها اليسرى مع عجائيه يمكن أكتر اتنين مرروا الكرة البعض كمان شخصية في أنه يشوت ضربة الجزاء في التوقيت ده في الظل الحضور الجماهيري ده دي شخصية لعب وبالطريقة دي وبالطريقة دي بصراحة يعني وفي حارس زي ده كمان يعني حارس زي دينيس أونيانجو واحد من أفضل حراس في أفريقيا يمكن معلول هو النهاردة أحرز هدفين كمان أكتر لاعب عمل عرضيات في النادي الأهلي عمل كم عرضية؟ 19 عرضية 19 عرضية منهم 5 صح يعني 5 وصلت للاعيب النادي الأهلي أكتر لاعب لمس الكورة في الملعب 103 مرة معلول الخريطة الحرية بتاعته أحمرت من كتر اللمس ما شاء الله يعني 103 مرة أكتر واحد بني الهجمة من الخلف 23 تمرير طولي منهم 18 صح يعني أكتر واحد بيبني الهجمة من وراء وأكتر واحد بلمس الكورة في الملعب عمل جبهة قوية وفي نفس الوقت يعني بيحضر الهجمة وفي نفس الوقت بيروح وبيكمل وبيعمل عرضيات عمل 19 كورة عرضية وبالتالي وغير كده شخصيته شخصية لاعب عظيم بصراحة في الأوقات الصعبة دايما بتكون موجودة أكثر من مجرد ظهير أيصر علي معلول يمكن بعد كده رقم 2 جونيور أجاي جونيور أجاي برضو جبهة علي معلول دايما لما علي معلول بيتقلق بتلاقي الجناح اللي قدامه جناح قوي بيساعده دايما على التقلق أجاي إيه؟ ليه دور في الهدفين صنع الهدف الأول وكان باذق اللعبة اللي جاء منها ضربة الجزاء فيه الهدف الثاني وبالتالي عمل جبهة نارية مع علي معلول هو أكتر لعب عمل مراوغات نجحة في المباراة 4 من 4 نسبة نجاح 100% لما بيبقى فاي بيبقى حاجة تانية بصراحة عمل 9 تمرير طولي لقدام يعني هو عمل تمرير طولي أكتر من أفشة ومن الشحات ومن المراوغات اللي هو الرباع الأمامي أيه؟ أجايه ده لأنه هو كان بيلعب دايما بيعمله سويتشات وأوفرلاب ما بينه وما بين علي معلول وتحديدا التغيير اللي فرق في الشوت التاني إن فيلر قد تعليمات لجونيور أجايب الدخول في العمق مديشة اللي احنا قلنا عليه الباكي اليمين قبله المباراة واتكلمنا عليه مساك لدايما مش مركزه باكي مين فلما جونيور بياخده ويدخل للعمق كان بيفضل مساحة في ظهره العلي معلول كان فاتح شارع في الجابهة ديت بصراحة علي معلول وآجايه كان بيدحك على مديشة أنه بيدخل بيلو الأم كانت تغييره مكارة من ريني فايلر رقم تلاتة الجندي المجهول في المباراة محمود متولي طبعا هم الاتنين بصراحة متولي وياسر إبراهيم ولكن متولي لي أرقام مميزة قوي في مباراة النهاردة الاتنين مكسب كبير متولي أكتر لعب في المباراة قطع الكورة تلاتة وعشرين مرة قدامنا هنستعرض الأرقام تلاتة وعشرين مرة فاز بكمل التحام هوائي خمسة من خمسة بنسبة فوز أو بنسبة نجاح مية في المية ده محمود متولي فاز بخمس التحامات أرضية من ستة يعني الهوائي خمسة من خمسة الأرضي خمسة من ستة التمريرات القصيرة ولا تمرير غلط لمحمود متولي في التمرير القصير تمانية واربعين من تمانية واربعين بنسبة دكة مية في المية بسم الله ما شاء الله يعني التمريرات الطولية بتاعته 9 من 12 تحضير الهجمة من الخلف بيديك 12 تمرير منهم 9 صح في المباريات الكبيرة بتحكم على اللعبة زي دي بتقدر تقيم لعب زي ده محمود متولي مكسب كبير شخصية كمان النادي الاهلي موجودة في لعب زي محمود متولي بتتكلم في أرقام واحد قطع الكرة 23 مرة فاس بخمس التحمات هوائية ما شاء الله الناحية الثانية برضا عشان نديله حق ياسر إبراهيم الاثنين عقاف قطعه الميا والنور على لعبة سانداونز صراحة ياسر إبراهيم قطع الكرة 15 مرة عمل 37 تمريرة صحة من 38 يعني عنده واحدة غلط التمريرات الطولية واحد من ثلاثة فبالتالي طبعا متولي كان أعلى في التحضير الهجمة من الخلف نيجي برضو بعد كده عندنا من ننساش أحمد فاتحي أحمد فاتحي احنا قلنا قبل المباراة ان الجابهة اليسرى بتاعت سانداونز قوية واحدة من أقوى جبهات في نادي سانداونز وقلنا ان البدء بأحمد فاتحي دي بصراحة طبعا محمد هاني يعني باكي من عصري برضو ولكن أحمد فاتحي خبراته خبراته والدور الدفاع بتاعه بيميزه في المباراة اللي زي دي بيعرف إمتى يعمل فاول تكتيكي يعني فيه واحدة فيها فيه واحدة فيها راح إيه لا العيب سريع راح عامل فاول تكتيكي الفاول التكتيكي ده مهم بالخبرة بيجي بالخبرة إزاي تعطل الهجمة إزاي تمنع هجمة وعدة بس في حاجة برضو لازم لعبت الأهلي في المباراة العودة تحديدا صندوانزو في الشوت الأول كانوا بيضعها وقت بإيه لما بيعمل فاول يقع ويقعد عالكورة شوية ويعطل الوقت ويكسر الرتم دي شطارة لازم نتعلم الليع الشطارة دي في كسر الرتم في مباراة العودة تحديدا برضو أرقام الاتنين الارتكاس قدموا مباراة كبيرة جدا أليو ديانج وعمر السلية كان بيلعب عليهم جالي وكان اتنين كسحة ألغام فلما بيلعب عندك أليو ديانج والسلية أليو ديانج أطع الكورة 18 مرة عمر السلية 12 الكورة التانية استعادت الكورة التانية قدامنا أرقام أليو ديانج على الشاشة استعاد الكورة التانية 10 مرات عمر السلية استعاد الكورة التانية 8 مرات التمرير الطولي عند يعني بالنسبة للدور الدفاع أليو ديانج كان أكتر أطع الكورة أكتر من السلية لكن التمرير الطولي السلية أكتر من ديانج 15 تمريرة طولية منهم 8 صح أليو ديانج ستة تمرير طولي منهم خمسة صح بالنسبة لصناعة الفرص أليو ديانج صنع فرصتين عمر السلوية صنع فرصة المحاولات أليو ديانج اتنين السلوية واحد ارتكاب الأخطاء كان كتير من الاتنين ديانج ارتكب خمس أخطاء السلوية تلاتة ده طبعا عشان الماتشي كان قوي طيب إذا من يستحق أن يكون نجم هذه المباراة؟ الجمهور النادي الأهلي رقم واحد ده بالنسبة للجمهور بالنسبة لللاعبين علي معلول طبعا رقم واحد يستحق رجل المباراة علي معلول؟ علي معلول طبعا وأجايه؟ علي معلول أجايه محمود متولي على ثلاثة بالأرقاب هذا الثلاثي الحقيقة يستحق بالفعل أن يكونهم نجوم هذه المباراة ولكن أنت قلت كلمة مصبوطة 100% أن النادي الأهلي أو جمهور النادي الأهلي هو نجم هذه المباراة طبعا دايما في الأوقات الصعبة بتلاقي جمهور النادي الأهلي وإن شاء الله ربنا هيكرمنا في مباراة العودة بإذن الله وهتكون بإذن الله يعني الطريق للبطولة بإذن الله يا رب إن شاء الله أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد وألف مبروك شكرا والله يبارك في حضرتك ومبروك لجمهور النادي الأهلي إن شاء الله أنا ننتظر بقى يوم السبت القادم استطيع النادي الأهلي التأهل من بريدوري بإذن الله وهم مسافرين بادري ومستعدين بشكل كويس وإن شاء الله إن شاء الله هنتأهل بإذن الله يا رب ان شاء الله انا بشكر حضراتكم